قام محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل بزيارة لكنيسة ضحية السلام بالعريش لتقديم التهنية للإخوة الأقباط بعيد القيام المجيد وذلك برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية في شمال سيناء من جهته أعربى نيافة الأنبى قزمان أصقف سيناء الشمالية عن سعادته بتزامن الاحتفالات مع عياد تحرير سيناء وعيد العمال متمنيا لمصر النمو وأن تكون جمهورية جديدة ومنارة للعالم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهنيهم بهني الإخوة المسيحيين كلهم بمناسبة عيد القيامة وطبعا مناسبة سعيدة أن يتوافق عيد القيامة مع عياد تحرير سيناء وعلى وجه الخصوص مع العيد القومي للمحافظة وأيضا أن يكون هناك توافق في صوم شهر رمضان والصوم الكبير للإخوة المسيحيين فده مؤشرات بما نتمنى أن تكون عليه العلاقة بصفة مستمرة بنفرح في هذه المناسبة لتجمعنا ونفرح جميعا وبالأخص مع وجود أصوام مشتركة وأعياد مشتركة وعيد تحرير سيناء وعيد القومي لمحافظة شمال سيناء وعيد العمال وربنا يجعل كل الأيام سعيدة ومفرحة لنا جميعا نتمنى لمصر كل نمو كل تقدم وكل رفع وكل تنمية بحيث تكون مصر هي جمهورية جديدة منارة للعالم كله نفتخر بيها ويفتخر بيها كل مصري في كل مكان على وجه الأرض